الرديو 9090 هواها مصر مية مؤخرا ناجح في التنفيذ العملي هل تعود نوعية افلام سينما محمد خان مرة اخرى اشكرك اولا على الترحيب نتمنى اكون عند حسن ظنك يعني المسألة بتعتمد على العمل نفسه في عمليات تحويل اعمال روائية نجحة ووعية انا عايز اقول لحضرتك ان مسلسل ذات دي من الاعمال الخلق لانه قدروا يفهموا انه بيحولوا لوسيط اخر واضافوا كمان للرواية للرواية الاصلية هل ستعود افلام محمد خان طبعا يعني وارد القصة كلها انه كل الانواع طالما انه الجمهور متنوع انا رأي الشخصي انه الانواع موجودة بس ايه اللي بيفرق هل حماس المنتج هل المنتج عايز يجازف محمد خان فيلمه مثلا فتاة المصنع غطى تكاليفه رغم انه رجل عامله بمغامرة فنية يعني فردية يعني فالقصة كلها غياب الانواع ده مش معناه انه بدليل انه هو بيسأل بدليل انه هناك زي هو زي محمد واخرين مستنين نوعية مختلفة من الافلام النوعية المختلفة من الافلام كانت موجودة او متجسدة بشكل كبير في فيلم الاصليين السنة دي لكن ما نجحش لانه حصل نوع من انواع التوهان للمشاهد يعني هو كان ماشي كويس وبعن فجأة لا مشكلة فيلم الاصليين اولا تجربة مهمة جدا وهو في رأي الشخصي افضل افلام العيد من ناحية الفنية رغم مشاكله الخاص مشاكله الخاص التمثل في ايه التمثل حقيقة في التلت الاخير وانا كتبت ده الحقيقة في مقال انما هناك طموح فني كبير وهناك عناصر متميزة جدا فيلم الاصليين ايه الى عناصر الفنية اللي لفتت نظرك في الفيلم كتير جدا يعني تصوير مثلا يعني عندنا الديكورات يعني عندنا شغل الجرافيك اللي تعمل في مشهد الشركة او المؤسسة اللي بيتم المراقبة منها ده يعادي الحقيقة مستويات شفناها في افلام امريكية زي فيلم ان يصل الى هزا المستوى كما عندنا شغل مجد الكدواني وشغل خالد صالح خالد صاوي الله يرحمه خالد صالح فده شغل مشاهدهم مع بعض هيلة جدا تجربة كتاب السناريو دي التجربة الاولى لأحمد مراد هاتك بتقيمها ازاي مش الاولى هي الاولى مباشرة للسنة لكن هو كتب الفيلة ازرق انا شايف انه مراد طموح جدا ومراد موهوب بلا شك موهوب سواء في الكتابة للسينما او في الرواية وبيعمل راجل نوع معين الراجل ما قالش يعني انه بعمل منافس نجيم محفوظة هو له نوع معين موجود في العالم كل وبيعمله بشكل متقن وبشكل جيد كمان بيعجبني في المراد التطور الراجل كان ممكن يلعب في المضمون يعني تخشي الاصليين فتجد الفيلة ازرق اتنين لا الراجل طموح فلازم اقدر ده لازم اقوله انت يعني هايل انك انت انت ومروان قدمتو شيء مختلف والمشاكل كذا وكذا وكذا الحقيقة متفرج العيد ما يناسبوش في الحقيقة هذا الفيل ها المتفرج العيد يختلف عنه اه طبعا متفرج العيد خارج من رمضان عنده تخمة درامية طول الوقت بيفكر وعداخل في مناقشات ومشاكل وابتاع وعمال بتفرج على كم دراما مهول جدا عايز يدخل يجد المتوقع في رأي الشخص وبرضو اتحفظ على النتيجة اللي انا بقولها دي ان ده مجرد اجتهاد يعني لا ازعم انه صحيح مئة في المئة طالما غابت عننا دراسات الجمهور العلمية صحيح ما نقدرش حد يدعي حاجة انما بقول من اللي اعرفه انا اتمنى من الكاتب احمد مراد ان هو يحول قصة تراب الماس الى فيلم اعتقد ان شاء لا انا عارف ان ان شاء الله هيت حتى تتحول قريبا واعتقد مروان متحمس ان قصة مختلفة لا ده هي كان لها قصة كبيرة اول انه دي انا قابلته مراد وقلت له ان الحقيقة انا حبيت تراب الماس رقمه واحد ان تراب الماس الحقيقة حاجة مهمة جدا ومشوقها الواحد ما بقدرش يسيب الكتاب من الاول حد ما يعرف انها ايه مش عايزني ان نسى ان امراد دراسته الاساسية سينما فهو مش غريب عن المجال السيني نجعنا لكم ومعاكم لحد الساعة اربعة منعورني ومشرفني النهاردة في لقاء السبت الاساس محمود عبد الشكور الناقد الفني الكبير والكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير مجلة اكتوبر ابعتوله على 1.99 رقم رسال او على صفحة الفيسبوك راديو 9.99 خليني ابدأ بسؤال مهم الحقيقة فاتني ان انا اطرحه اتكلم فيه حد باعت اخر رقمه 3 تمانيات بيسأل بيقول لماذا لا يتم تقييم مسلسلات الاطفال خاصة الجرافيك حيث اصبحت اساسا في الدراما للكبار والصغار معا يعني موقع كمان الدراما الاطفال او سينما الاطفال بقت تقريبا شبه معدومة لا هي موجودة هي موجودة وفيه فنانين كبار بيعملوا الدكتورة زينب زمزم وكان زمان طبع الدكتورة مونة ابو النصر وبكار وغيره ما احنا مفتقدين هذه النوعية ما بقاش فيه لا موجودة موجودة بتزاع بس طبعا برضو احد عناصر المشاكل في الدراما الرمضانية التكدس ضخم يعني عدد كبير من المسلسلات ما فيش يعني نفس في العالم وكله بياردوا 35 مسلسل في وقته واحنا حتى كانوا قد محترفين مفروض ان دي شغلتنا ما بنلاحقش يعني بجد ما بنلاحقش الحقيقة انا عايز ان تازل فرصة مش تحيوزا لان انا في هذه المؤسسة لكن انا عايز ان تازل فرصة لانه نوجه يعني شكر لمحطة دي امسي لانها كسرت هذه القاعدة انه عرضت عملين فنيين السنة دي مش مرتبطين لا برمضان ولا بعيد ولا باي شيء كان بدأت بالاب الروحي ومسلسل اختيار اجباري يعني عملين فنيين عرضوا فوق وكان ليهم جمهور يعني مرتبطات شهية برضو نرجع لفكرة التنسيق يعني ادامه رجال للدراما التلفزيونية انا عارف طبعا وارتباطه بالاعلانات لكن برضو السنة كلها كمان الدعاية برضو عنصر الدعاية مهم جدا السيد يعني المستمع المحترم الحقيقة قال موضوع مهم جدا هو الاطفال لم يكن كان الدراما الدراما الاطفال كانت ليها وجود كبير جدا في رمضان وشغل الجرافيك وشغل وديت مثل ببكار يعني اتمنى انه يستمر ده واتمنى انه بس تسلط عليه الاضواق وسط المولد بتاع دراما رمضان سامح صابر بعت على صفحة الفيسبوك بقول مساء الخير والسعادة على ضفنا العزيز السؤال جميع الافلام فعلا لها تأثير على المجتمع لازم يبقى فيه رقابة اكثر من كده والتشديد على افلام الشباك لا بسألت الرقابة دلوقتي برضو دي قصة كبيرة اوية دلوقتي الرقابة في العالم كله بتكتفي بفكرة التصنيف انه دور الرقابة مش المنع لانه خلينا نكون صراحاء مستحيل تبنع المصنف وممكن اخر فيلم تمنع وهو فيلم حلاوة روح بتاع محمد السبكي لما تمنع زاد عليه الاقبال فاحنا يعني المنع الان اصبح دعاية مجانية للمصنف احنا بنعمل ايه في الرقابة؟ الرقابة المفروض تعمل تصنيف وده كان موجود في افلام العيد في افلام وده كان موجود في المسلسلات كمان يعني برضو دي حاجة لازم نذكرها انه المسلسل كان بيبقى تحت 12 سنة تحت 16 سنة تحت 18 سنة وبيبند على العلامة في علامة ظهرة في العلامة وعلى المشاهدة تحمل المسئولية بقى تمام تمام على المشاهدة انه يتحمل المسئولية مفيش فن لكل الناس للبشر كلها ده موجود في العلام كله وموجود في التلفزيون وموجود عندنا كمان فانا يعني فكرة الرقابة برضو عايزين المفهوم كمان الناس للرقابة يتغير يتغير ان الرقابة ليست منعا وانما تصنيف في افلام بيشاهد مع ولي الامر في افلام ده زي العالم كله احنا برضو مش هنخترع العجلة احنا بناخد نشوفهم هم وصلوا الفين ونقدر نشتغل حازم سالم بيسأل رأي حضرتك في افلام عيد الفطر احنا عايزين نرجع ان نتكلم على الافلام اللي كانت موجودة في عيد الفطر اللي حققوا اعلى ارادات ونجحات كان اولهم فيلم هروب اضطراري كلمنا على فيلم الاصليين انه هو كعمل سينمائي هو فنيا جيد جدا لكن ربما كان السيناريو محتاجة تربط شوية ايوه هو السيناريو وكمان يمكن نزاج جمهور العيد مختلف شوية بدليل انه ارادات الاصليين ارتفعت بعد العيد لانه هنا بقى فيه جمهور جمهور اخر جمهور ممكن اه لا يعني ممكن يتعب شوية في انه يتعامل مع الفيلم الفيلم مش تقليدي الفيلم مختلف وخصوصا كمان الجمهور اللي داخل وفي ذهنه تجربة الفيلة زي فهو متوقع ان يشوف مفاجآت يشوف غرائب يشوف اكشن او تشريق يشوف جرائم عاصفة لا احنا صنع الفيلم عمله حاجة تانية مختلفة حتى الاقاع زي ما حضرتك تفضلت اقاع مختلف لانه الاقاع ده مختلف عايز يقولك انه انه انا مش بعمل فيلم عادي يعني تأملي شوية في الصورة وتأملي في الموقف هو ده مش مجرد مشهد وخلاص مش بحكي حدودة وكمان يمكن الميزة في فيلم الفيل الازرق انه لما سوطر في المجتمع بتاني محدش بتكلم عنه كتير قوي وهو اللجوء الى الاعمال والسحر وما الى ذلك لا فيه لازرق الحقيقة تجربة مركبة جدا لانه هو مزيج بين اكتر من نوع يعني فيه خط بوليسي فيه خط غرائبي فيه خط اجتماعي وهو قصة كريم نفسه يعني فيه البنية الصلبة او الجزء الصلب فيه الفيلم يعني الدايرة قلب الفيلم اجتماعي عادي اللي هو الراجل الفاشل واللي اهترك عمله دي قصة اجتماعية عادية خلص فاحنا بنتكلم على 3 اربع انواع متعشائين حلو جدا ومعمول بحرفة فنية ترك اثر كبير فنية عالية يعني ممكن الفيلم ياخدك للجانب الغرائبي في لحظة ويرجع للجانب الاجتماعي ومعمول بحرفية شديدة وكان وقتها بالمناسبة كان مغامرة يعني كان وقتها الشكل ده مغامرة لانه جديد وخالد الصوي ادى دوره طبعا طبعا فالمقارنة الحقيقة ما كانتش موجودة يعني فالمتوقع حاجة ما لقهاش فده يمكن السبب احنا منتكلم على نوع مختلف في فيلم الاصليين وفكرة مختلف وجمهور مختلف محتاج هو جمهور مختلف لكن لو رحنا لفيلم هروب اتراري ربما هذا الفيلم حاجة على اعجاب الفئات المختلفة اللي احنا منتكلم عليها يعني اللي يروح لفيلم الاصليين عجب وفيلم هروب اتراري والجمهور العادي اللي هو بيحب الفيلم الاكشن والاثارة والحركة كمان هو كان عامل اقبال كبيرة على فيلم هروب اتراري تقييم حديثك فنيا لهذا الفيلم ايه؟ فيلم هروب اتراري تعامل مع توقعات الجمهور هذا الجمهور داخل انه شاف تريلر وبمناسبة تريلر بتاع الفيلم ده من افضل المقدمات الاعلانية اللي اتعاملت السنة دي لانه فعلا ركز على الاماكن اللي الجمهور عايزها صحيح احمد الساقة بطل اكشن يعود في فيلم اكشن صريح وكراره يعني هدف الحركة وكراره ايضا ومعاه طبعا كل عدد ضخم جدا من الممثلين فالجمهور اللي كان منتظر حاجة وجدها وجدها متقنة يعني افضل ما في هذا الفيلم المطردات يعني حقيقة عاملين متقنة جدا حتى كان فيه مفاجأة في الفيلم اللي هو الشخصية التالتة بتاعتهم هو اصلا ممثل كوميدي ايوه لكن كان مفاجأة وعملينه بشكل مختلف خاصة لكن كل الفيلم انه الفيلم ده عارف النوع اللي بيشتغل عليه وبيقدمه باكثر درجات الاتقان يعني ما فيش بخل انتاجي ما فيش لا فيه فريق في كاستنج لكن هل فنيا كان فيه بعض فيه مشاكل حية في السيناريو كتيرة جدا وفيه ثغرات جدا فيه مسألة العمل الشرطي لانه كله قايم على فكرة هروب مساجين من زباط البوليس وشخصية مهمة ومحورية هي فتح عبدالوهاب وهو الظابط وده الطرف الاخر في الصراع لكن الحقيقة فيه ثغرات كتيرة اوي فيه السيناريو يعني انا ذكرت لحضرتك مثال انه مش معقول الظابط هرب منه مساجين يستمر في عمل دي ثغرة يعني بسيطة جدا احنا بنشوف الظابط الهرب منه المساجين في اول فيلم موجود يعني ده طبعا لا موجود في الواقع ولا حتى عقلا يعني حتى لما وكثير من يعني كممكن يتوقف عن العمل هو يعمل بمجود الشخصي بقى يبحث لا هو خلاه مستمر انا بتكلم على الظابط الاخر مع فتح عبدالوهاب اللي هو بيتعطف في الاخر مع قضية الهربين وكان ممثل جيد بالمناسبة وامين الشرطة كمان استمر مش معقول يعني فيه كده نوع من المنطق مفقود مش 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 ده بالاضافة طبعا كمان للشخصيات يعني هو اخد الشخصيات كده من برا يعني كده تاخدي معلومتين عن كل شخصية لانه هو مركز اوي في فكرة الاكشن ومركز اوي هو بيعمل تتابعات اكشن جيدة والحقيقة تتابعات صوارع جيدة وكانت بعضها غريبة يعني فالشوارع الفاضية دي الحقيقة مش موجودة عندنا ده كتابت قلت يا ربي الساقة يصور فيلم كل يوم لانه هفضلنا الشوارع لانه مش مهول طبعا يعني يمكن لو كان فيه برضو خيال اكتر ويمكن كمان لو تعمل اكشن وسط الزحمة ده يعمل اثارة اكتر بس طبعا يعني يعني خلينا نقول النوم هل زي زمامة كانت الافلام بتاخد بالسبعة تمن شهور والسنة عشان تتصور هل ده اللي مخلي انه الافلام بتتصور في فترات قسائية لا لا اطلاقا ده افضل افضل ما في الفيلم المصري في التنفيذ العناصر التقنية ان احنا دلوقتي بنعمل اكشن يتصدق يعني ما تشوف عدرتك الاكشن بتاع افلام عاد الامام وصلاة يا صاحبي مثلا وحاك بتتحكي يعني في حاجات او افلام نادية جندي مثلا لا احنا قفزنا قفزها عظيمة جدا يعني لازم نحط ده انا بتكلم على الخيال الكتابة ده المشكلة محتاجة شوية الخيال الكتابة بالعكس ده انا ككاتب ابقى سعيد في حاجات كان الكاتب يتخيلها زي ما انتطلع مضحكة فبتتحكي عليها فبالعكس انا ابقى سعيد بالعكس انا ابقى اكسر حرية واكسر ابتكارا انا لسه بقول لحضرتك انا لو صعبت الموضوع وخليت فيه زحمة زي ما حصل يعني انا بقارن مثلا بمشهد الاكشن في ابراهيم الابيط شوفي حضرتك لما هو صور على مدينة بنا مدينة وصورها وناس في الشارع وسلاح ابيض وتعمل ميزانسين لكل شخصية عمل معركة من اهم من معارك الاكشن في تاريخ السلم المصري مروان حان ابراهيم لابيط فالخيال هي المشكلة يعني انت خيالك على الورق شكله لكن الحياة بتنفذ بشكل جيد جدا احمد خالد نوسى بالمناسبة هو مخرج هذا الفيلم وهو مخرج شاب واعد يعني اتمناله ان شاء الله يستمر لانه هو مخرج واعد ان شاء الله يحي زكريا بيقول متابعين محمد صلاح الدين بيقول هل يمكن تقديم افلام قوية تجمع بين اكثر من نجم ده حاصل حاصل وحصل في الهروب الطراري وحصل وانا لسه كنت قريب نشر على صفحتي على الفيسبوك نشر الافيش الخاص بفيلم غزة البنات اللي جمع فيه كل الفنانين وكاتبهم بما يعني يماثل حجمهم اكبر اسمين على الافيش محمد عبدالهاب ويوسف واهبي دول اكبر اسمين ودول يظهروا في مشهدين او حاج وما زلنا بنستمتع بغزة البنات كان موجود في كل العصور لماذا؟ لأنه كان هناك منتج فنان نرجع تاني للنقطة الاصلية اللي هيجمع الناس دول هو منتج فنان عنده بيشتغل الاول من الكتابة في بقى فيه ادوار لكل واحد مش معقول ناس كده تظهر يعني ولما فيه هروب الطراري يجمع الناس دي كلها وامير كرارة ظهر مع سقه وفترة كان احمد عزه وثقه عمله فيلم مع بعض وممكن يتعمل فيلم كريم هو كمان الملفت في النظر انه الملفت لنظر مثلا فيلم الاصليين ظهر نجوم كتير وكبر في مشاهد وفي ادوار صغيرة جدا وفي هروب الطراري يعني تقريبا محمد فراج عامل محمد فراج من المواهب العظيمة وهكذا يعني القصة احمد حلمي ظهر في لاطة وكان فيه جيد جيد يعني لانه دخلنا في المفاجأة لا ده ممكن ينقل لجزء تاني ممكن ينقل لجزء تاني فالقصة كلها من ايه الدماغي اللي ممكن تختار اللي هو نرجع تاين منتج الفنان المنتج اللي يقدر يجمع الناس دي كلها فيه تجربة في السلم المصري غريبة جدا فيلم اشترك في اخراه خمس مخرجين فيلم اسمه سنة اولى حب خمس مخرجين كبار ونيازي وصلاح ابو سيف وعطف سالم وكمال الشيخ وحلمي رفل كان المنتج الفيلم ده حلمي رفل فجمع الناس دي كلها فنان دي تجربة مثلا فكل شيء ممكن اذا كان هناك عين ورؤية ومنتج فنان يقدر يوظف كل واحد في مكانه كله هي يلبي نخرج فاصل ونرجع نستكمل حوارنا مع الناقد الفني الكبير اساس محمود عبد الشكور نائب رئيس تحرير مجلة اكتوبر وايضا الكاتب الصحفي المعروف ابعتلنا على 199 رقم رسائل او على صفحة الفيسبوك راديو 99